في طاقات ترابية عم بتبين طاقات هوائية اكثر شي نارية اسوأ اشي يعني ما او عرف كيف خلص خلينا نحكي بعدين مش هلا راح يكون في عندك قلنا كان في عندك مؤامرة بالفترة الماضية وانا شفت يعني بالاشهر الماضية عن جد كان في عندك مؤامرات عم تحاك ضدك يا برج الجدي ولكن عم بتعود اليك الحق شوي شوي عم بتستعيد قوتك شوي شوي في انتصارات بطيئة صحيح ولكن عندك انتصارات على هدول الاشخاص عندك تعويضات في اماكن اخرى شايف سفر بامتياز سفر يعني عم بتفكر بسفر بشكل جدي للي لسه ما سفر من برج الجدي عم بيفكر وفعلا هاي الفترة عم بتكون في فرصة حلوة للسفر شايف في عندك ادكشن معين يمكن في عندك ادمان معين ممكن ادمان على حب شخص ممكن ادمان من اي نوع عم بتحاول تنهي هاي الفترة وممكن يكون طاقة سلبية اللي هي سحر حسد عين ممكن تكون موجودة عندك فعم بشوفك يعني لسه ما بلشت يمكن انه تسترجفي منها او لسه ما جابت النتيجة المرادة المرادة تبعك لسه ما حصلت عليه شايف في مشروع جديد مكتوب له النجاح حب جديد مكتوب له النجاح او رجوع حب قديم بشكل جديد برضو مكتوب له النجاح في عندك اكتر من نجاح هاي الفترة عن يعني على اكتر من صعيد على اكتر من ناحية شايفي وفرة مالية كبيرة جدا وسعادة عاطفية يعني وفرة من الناحيتين من الناحية العاطفية ومن الناحية المادية شايفي الازواج من ابراج برج الجديد من بعد انفصال او من بعد برود من بعد عم برجعوا لبعض حتى الأحبة يعني مو شرط كمان بس المتزوجين عم بشوف الشريك يعني كان في أمور بينك وبينه تدعو للخوف أو تدعو شوي كان الشخص المقابل كان عم يستغلك نوعا ما عم بيحاول إنه يستنزفك وما يقدم شي للعلاقة يعني أنت كنت تقدم كتير الطرف الثاني ما عم يقدم كان كتير لكن عم تنعكس الأمور شايفة شايفيته هذا الشخص شوي يعني مش ملعب يعني في عنده شوية حركات عشان هيك أنت عم بتكون شوي حزين حتى مع الرجوع حتى مع تطور مع أنك بتحبه كتير وهو بيحبك كتير لكن هاي الأمور فيه لا إرادية هو يعني هو طبعه هيك مش عم بيختلق الأمور أو هو لا إرادية هذا طبعه هذا الشخص عم بتكون عنده علاقات عم بتكون عنده القراءات طبعا ممكن تكون عكسية العاطفية لما نحكي عن العاطفة عم بشوفك بتترك مكان إما مسكن بتروح لمسكن جديد أو عمل عمل جديد شايف هذا الموضوع رح يتم على نجاح شايفي عندك بعض الطاقات السلبية أو بعض الأشخاص اللي كانوا قلتلك كانوا عم بيحيكوا خلينا نقول عم بيحكوا من وراك عم بيحيكوا مؤامرات ضدك شايفي فيه لهم نهاية قريبة جدا شايفي روحانياتك عم بتزيد مع الوقت عم بتحاول تنمي روحانياتك في هاي الفترة وهذا أفضل إشي بالنسبة إليك لحدها تتخلص من هاي الطاقات السلبية أو من هدول الأشخاص خلينا نفتح أكتر على العاطفة وهون كمان بينات الطاقات السلبية في طرف ثالث عم بيحاول يعمل طاقات سلبية لإلكم بالنسبة للعلاقة العاطفية برضو الكرت الثاني نفس الشيء أحيانا عم بتحسوا حالكم حزينين بلا سبب نتيجة هاي الطاقات اللي قلنا عليها في طاقة ثلاثية عم تتلاشى مع الوقت عم بيكون عندك استشفاء وعم بتكون بكامل حيويتك على نهاية هاي الفترة واحد منكم عم بيقدم اعتزار عم بيقدم تنازلات عم بيقدم شغلة جدا رائعة للآخر القراءات ممكن تكون عكسية عشان هيك أنا بقول يا انت يا هو عم يحصل عليك من بعد ما فقدك وعم تحصل عليه من بعد ما فقدك هذا الشخص رح يقدم لك اكتر من شغلة اكتر من اثبات اكتر من دليل انه هو تغير هذا الشخص وعم بشوف فيه امنية كبيرة حلوة من ناحية الخلينا نقول العاطفة رح تتحقق اما عودة حبيب اما زواج من هذا الشخص اما شخص جديد اما يعني فيه امنية عندك على الصعيد العاطفي رح تتحقق شايف فيه وفرة مالية رح تلحق هذا الارتباط او رح يكون عند الشريك وفرة ما انت وجهك رح يكون حلو عليه خلينا نقول بشكل عام شايف تلك الامور العاطفية كتير حلوة طيب فيه عندنا تحذيرات او شي معين ممكن اه نحكي اه شايف شوية بعد اه يعني رحانياتك عم بتقل هاي الفترة الفترة الماضية كانت شوي قليلة كان اهتمامك يمكن بالعمل اكتر بالعاطفة اكتر عم تبعد شوي عن الروحانيات عن قراءة يمكن القرآن عن الصلوات عن اي شيء له علاقة بالروحانيات اه فبيقولك مثل مثل تحذير لانه الكرت طلع يعني مقلوب اه كتحذير يعني بيقولك لا ارجع قرب من ربنا وارجع قدم الصلوات والدعوات وكذا وارجع كمان استشفي من الامور اللي قلنا عنها نشوف عقلك الباطن هاي الفترة بشو عم بيكون معلق بتركيزك اكتر شيء شوف في تحديات كتير ولكن كل اياتها مثل رح تحاول تلاقي لها حلول وخاصة في العلاقة العاطفية اه كل اياتها شوف قدش هي كتيرة الاختلافات بينك وبين الشريك ممكن اختلافات في اللغة في الدين في المكان ما بعرف اه بالاعمار اه كل الفروقات اه شوي شوي رح تتقلص وشوي شوي ما رح تشوفها شوف هي لونها اسود والباكراوند اسود ما عم نشوفها اصلا فعم بتحاول تعمل هذا الاشي شايفيت لك هون انه الطاقة السلبية عم بتركز اكتر هاي الفترة على الاستشفاء منها وفعلا عم بتطاير يعني وحدة وحدة المشاعر السلبية او الطاقات السلبية رح تعمل لها ريليز رح تطلقها من طاقتك وما رح تكون موجودة في الفترة القادمة فشي خلو كتير. تركيزك رح يكون. نشوف كمان اه نصائح. او بقولك سرخ زي الاطفال يعني خلص بكفي جمود بكفي انه ما تعبر عن مشاعرك انت شخص ما بتعبر ابدا عن مشاعرك بتظلك كاتم جواتك اه الظاهر عندك اه بتحاول من خوفك اه مش من خوفك اه من عدم امانك للاشخاص اه بتتحاول انه اه تخبي المشاعر اللي عندك اياها فبيقولك لا بالعكس سرخ. سرخ مع سعادة علشان هذا الاشي يعني بيفيدك انت اول واحد اه بيطلع طاقات سلبية منك اه خليك على طبيعتك مات كتير تعيش دور اللي هو الانسان القوي كتير والرسمي واللي مش عارف ايش وهذا احنا بنعرف برج الجدي يعني كتير بتمسك بقوته بحاول يرسم اه شخصية صارمة جدا اه قدام الناس وكذا بيقولك لا ارجع ارجع عادي يعني الحياة اسهل من هيك واحلى من هيك بكتير. اه فبيقولك ارجع متل الاطفال. شوف كمان نصيحة لبرج الجدي. اه ها حلو. اه بينصحك بانك تعطي اكتر. هو انت فعلا بتعطي من مالك صدقات ولكن بيقولك ركز على الصدقات هاي الفترة اه اكتر. يمكن عشان طاقات سلبية ويمكن عشان اسباب اخرى. المهم بيقولك انه اه واساسا في قوانين الطاقة الكونية او في قانون الجذب انت لما تعطي اه هذا الاشي بيرتدلك باضعاف الاضعاف. يعني بالعكس الواحد بيعطي وبيتصدق وكزا. واساسا برج الجدي معروف انه بهذا الموضوع بالعطاء. فبس بنصحك بهذا الموضوع. حباي ببرجة اشوفهم بالفيديو الجاي.